السلام عليكم قصتنا اليوم عن قصة واحد مسوي نفسها كأنه جيمس بوند جيمس بوند هزمن هذا هذا جنن الاف بي اي وجنن الشرطة البريطانية وجنن الشرطة الخليجية وجنن ما خلى ثلاث قارات وهم يطاردون وراه جننهم من ديرة لديرة الرجل المشكلة كل ما يطب ديرة يلاقي اللي يساعده ماديا ومعنويا وبالتهريب ما التهريب من حاش من جريمة شنو قصته هذا ينقال له سامي المهري سامي المهري طبعا امريكا الجنسية مولود في امريكا في نيويورك وعمره اربع واربعين سنة لكن من اصول خليجية طبعا اهم مهري يعني من اليمن من مهرة لكن يحمل الجنسية الاماراتية والمصيبة انه كذلك يحمل الجنسية البحرينية وكذلك يحمل الجنسية القطرية شو السالفة يا بطلال اسمع السالفة في وحدة ينقال لها نادين ابو راس ليبيا عمرها 28 سنة عاش في بريطانيا بالكارديف مستأجرة شقة جنب شقة اللي ساكنين فيها اهلها ليبيين لكن مستقرين في بريطانيا من زمان ما لكم بالطويلة يعني ما اخذ حريتها بروحة وانها كبيرة ومن الكلام هذا لكن شقةها قريبا من اهلها عشان تقدر تزور بالكارديف البريطانية المهم في سنة 2012 تعرفت على سامي المهري عن طريق احد المواقع الزواج الاسلامي الخرابط هذي تشوفونا لا تقول لي يا ابو طرها لا مواقع زينة لا 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 مو مواقع زينة ما في شي اسمها والله هانا اتعرف على واحدة في الانترنت واروح اتزوجها تشوفها تعرفها تعرف اهلها وتسأل عنها اوكي يا صدقك اما عن طريق الاثير وعن طريق الانترنت والبعد لا هذا شي يعني زواج كلام فاضي هذا زواج ما يدوم يعني نادرا نادرا انه ينجح حق الناس اللي صراحة ما ادري اللي تقبلون هالوضع هذا لكن احنا زواج اللي نعرفه زواج الجاد وهو الزواج اللي انت تعرف البنت تعرف شون عايشة منوها هلها شون سلوكياتها شون هل لانه هذي تعتبر زوجتك راح تكون راح تكون ان شاء الله ام عيالك هذا اذا انت كنت ناوي فعلا الاستقرار ما هو زواج الانترنت والكذا ما لكن بالطويلة وهذا رايف في الموضوع المواقع الالكتروني والخرابط هذه لان اغلبهم نصابين المهم تعرف عليها عن طريق الموقع الزواج الاسلامي احد المواقع وفعلا صار بينه وبينها علاقة وكذا والبنت عايشة في بريطانيا وهو عايش في امريكا فدزلها تذكار وكذا تعالي امريكا هنتعرف علي جون من هالكلام فعلا سافرت لامريكا وفعلا تعرفت وتوطدت العلاقة بينها وبينها منو هذا سامي سامي هذا بمن هو يعني مولود في امريكا وامريكا الجنسية يشتغل في الاف بي اي الامريكي مو هين الولد لا والتاجر ابن تاجر انا قولت واحدة يعني فلوت طلع مليونير وعنده املاك وكذا ووظيفة بالاف بي اي يعني وضعه في سنبتيك يعني ما عليه غبار تعرف على هالبنت هذه الليبية اعجب فيها بصوراتها وكذا ويتصل عليها فيديو المم لما جنت امريكا توطدت العلاقة بينهم وصار حب وصار منها الكلام زارتها في 2012 في 2013 زيارتين فقط لكن بعد مرور اكثر من اربع سنوات والكلام هذا في 2016 في يوم وليلة اختفت ندين ابو راس اختفت وين في ديرتها في بريطانيا في الكارديف اهلها يدورونها مو موجودة بشقتها القريبة يم بيت اهلها وين ندين وينها وين كذا كانوا براس السنة في 2016 قالوا يمكن قاعد تحتفل ولا شي المهم انتظروا عليها يوم يومين ثلاثة بلغوا الشرطة الشرطة بدأت تدور عليها اكتشفوا الشرطة من خلال التسجيلات ان ندين ادخلت احد الفنادق وكانت قريبة كذلك من شقتها بالكارديف يوم راح والشقة ولا شقة فندقية يعني يطقون باب ما تفتح اكسروا الباب ولا ندين جثة هامدة داخل الشقة ليش وش السالفة اكتشفوا من خلال الفندق ان الشقة هذه مسجلة باسم ندين وباسم شخص ثاني ينقال سامي المهري امريكي الجنسية من اصول خليجية يحاولون يطلعون كاميرات الفندق وهذا الشي اللي عقدهم في البداية ان الشخص هذا لما طلع ودخل الفندق الكاميرات ما مسكت او صادت صورة وجه يعني ما اعرف وهذا من وشون شكله كان حذر جدا لما دخل ولما طلع كان كله متغطي اهنين جنة وقالوا هذا شنو قاموا يدورون بالكاميرات الشارع والبقالات والجمعيات اللي حواليه وال ابدا الولد طلع داهية ما يمر بشارع في كاميرا اللي هو عارف ومغطي وجهه منزل راسه يدش ويطلع ابدا ولا كاميرا قدرت انه تعرف او تلقط ملامحه احنا بيعرفونا عندهم بيناتها بالفندق تشيكوا عليه ولا هذا رايح مسافر في نفس الليلة اللي انفقدت فيها ندين ابو راس مسافر عبر القطار رايح الى مدينة هثرو راحوا حق محطة القطار يشوفون الكاميرات ابدا ولا يبين انه قاعد يموروا كذا ولا كاميرا لقطت صورته جننهم قاموا يكون باسمه ولا ساحب من احد مكائن الصرافات هذه السحب الالي فعلا راحوا للمكينة لاك صورته هذه صورة الوحيدة اللي عرفوا فيها شكل سامي المهري على طول قاموا يعممون عليه يوم عرفوا رايح هثرو بلغوا هناك هثرو يوم شيكوا هناك ولا الحبيب شمسوي راكب طيارة وطاير فيها الى البحرين الحين فلت الولد خلاص قاموا بلغوا سلطات البحرينية يشيكون عليه ولا الحبيب مو موجود بحرين راكب طيارة ورايح قطر بلغوا سلطات القطرية شيكوا عليه ولا الولد مو موجود مثل ما اقول لكم الولد جني قاعد فيهم قاعد يفتر فيهم بثلاث قارات بلغوا سلطات القطرية وان راح قالوا راح افريقيا تنزانيا اهلا تنزانيا قاموا عاد الانتربو وليعم ومون عليه دوليا وراحت عد السالفة نرجع على ندين شلون ما اكتها ندين يا محالة وجثتها للطب الشرعي ولا مخنوقة يعني واحد خانكها بعد ما فحصوها ودققوا بالفحص بالتشريح وكذا ولا البنت تعرضت للاغتصاب وللضرب وللخنق من المتهم سامي المهري ليش قاموا عادي يطلعون السجل ولا هذي الندين كانت لها لها علاقة فيه في 2012 يعني قبل اربع سنوات من مقتلها وسافرت لامريكا مرتين وبلغوهم اسرة ندين بلغت الشرطة انهم لاحظوا مرة من المرات في اخر سفرة لها لامريكا ورجعت للندن انها كانت متعرضة للضرب لانه كان فيها جرح في شفتها وفي الرقبة وكذا وبلغت السلطات في لندن انها تعرضت للضرب في امريكا ومحاولة اغتصاب واتهمت الشخص اللي انقال سامي المهري وكانت خايفة منه لانه بلغتهم انه هذا كان يهددها كذلك بنشر صور عارية وكذا اجبرها ويصورها غصوب وكذا لما كانت في نيويورك لكن شنو حقيقة الخلاف اللي بينهم ما حد عارف السر مات معنا دين والقاتل منحاش رايح افريقيا وين تصيد افريقيا ما لكم بطويلة قاموا وكلفوا رئيس المحققين في واحد معروف عندهم في بريطانيا انه يتابع مع الانتربول ويطارد سامي المهري جننا سامي المهري سامي المهري طالع ملياردير لا يعني مليونير يعني ما هو ملياردير لكن عنده نفوذ اي ديرة يطب فيها يلقى اللي قاعد يزودها بالاموال لانه ما قاعد يسحب من البنوك وكذا لا عنده معارف علاقات وتجار وكذا هذا يهرب هذا يعطيه سيارة هذا يعطيه بيت هذا يخبيه في المكان الفلاني المهم يقعدوا سنتين وهم يطاردون بافريقيا الى ان استطاعت السلطات البريطانية مع الانتربول مع السلطات الافريقية هناك عندهم القاء القبض على سامي المهري وجابوه مرة ثانية الى بريطانيا للمحاكمة يوم بشيكوا عليه ولا الحبيب امريكي وعنده اكثر من جواز في اكثر من دولة خليجية بالاضافة ان هذا شخص تاجر ما هو نهيين اشتبي فيها انتو طاردها يعني بهالدنيا هذي كلها ما في الا ندين قال لي انا في السلطانة حب ندين قال اولا قول لنا شنو قصتك معاها ليش قتلتها وليش سويت كل هذا قال انا بقول لكم كل شي من البداية بعد ما تعرفت على ندين وطلبت منها ان تجي امريكا وتوطدت علاقة واتفقنا انا وياها على الزواج لكن في اول سفرة يعني نما جتني وزارتني كنا على اتفاق لكن زيارتها الثانية كانت علشان تبي تبلغني انها تبي تقطع العلاقة بينها وبيني لان لا انا قادر اعيش عندها في بريطانيا ولا هي قادرة تترك بريطانيا وتجي عندي تعيش في امريكا فكان هذا الخلاف وانا كنت اقول لها انا اقدر اصرف عليك وانا اعطيك وعندي املاك لكن كان لها راي مغاير لراي شنو هالراي قال الندين هذي من النوع اللي ترفض احد يصرف عليها تقول لا انا متعلمة وانا اصرف على نفسي وما بيك تدفع لي اي شي من املاكك انا ما يهمني انت غني ولا مغني فاذا تبي تعال تعيش عندي ولو تترك كل اموالك وحلالك انا اصرف عليك في يقول انا كنت احاول ان اغير وانا ادري انها يعني الراي هذا ما ينفع وانا عندي املاك في امريكا وطول عمري عايش في امريكا ما ينفع اني اروح بريطانيا لكني مع ذلك ما نقادر اتخلص من حبي لها قلت لها لازم تعيشين عندي في امريكا وهي تقول لازم تجي انت تعيش عندي في بريطانيا لما وصلنا الى حد يعني او طريق مسدود كانت زيارتها الاخيرة قالت لي خلاص انا راح اقطع العلاقة بيني وبينك وبتعرف على واحد يكون قريب مني في بريطانيا ونقدر نعيش بسلام فارجوك خلاص اقطع العلاقة بيننا فانا اعتديت عليها بالضرب لاني عصبت وانهرت بسبب كلامها وزعلت وسافرت رجعت لبريطانيا فقمت هنا كل فترة وفترة اتصل عليها تعالي وكذا قالت لا خلاص مستحيل بعد ما اعتديت علي بالضرب مستحيل ان ترد العلاقة بيننا فاضطريت اني انا في 2016 في راس السنة اسافر الى بريطانيا ورحت جنب الشقة في فندق في الكارديف سكنت فيه وقمت اتصلت عليها قلت لها تعالي راس السنة ونبنت راض وانيات وكذا واللي تابين راح نفذلت وخلاص ومن هالكلام لما جت مسكها داخل الغرفة هذي اللي معجرها الشقة وقام وحط ايدينا في رقوبتها وقعد يضغط عليها لين فارغت الحيات وقام اغتصبها وإيه ميتة لا وزيدكم مشعر بيت وقام صورها بعد وهي جثة وراح كتب رسالة شوف من دهاء وخباطته كتب رسالة موجهة من ندين له تقول لانا انا ابي انتحر وكذا وابيك تساعدني ليش كتب شدي قال انا رح يعني لابد ان يكتشفون اني انا كنت بالفندق ولابد ان يعرفون اني لي علاقة في موتها فقال يعني اخف الاحكام اني اظهر بمظهر اني انا ساعدتها على الانتحار فكتب فعلا انا ساعدتها لاني انا احبها وما اقدر ارفض لها طلب فانا ساعدتها بناء على طلبها اني يعني انا اللي اخنقها وانا اللي اخلصها منها الحياة لانها كانت دعاني وكذا ومنها الكلام وترك الرسالة وسكر باب الشقة وراه وعلق عليه اللي هي اللافتة الرجاء ممنوع الدخول او ممنوع او عدم الازعاج علشان ما يبي هذول التنظيف الشقة الفندقية ان يدخلون عليه وينظفون الشقة او السويت اللي كانوا قاعدين فيه وفعلا تركهم وهرب من الفندق ومثل ما قلت لكم في قطار وبعدين وصل الى المطار في لندن وخد طيارة وبدأ يتجول من دولة لدولة الى ان وصل افريقيا وتم القاء القبض عليه الحين جابوا يحاكمون مليونير محاكم على قصة فتاة قالوا يبقى هذا مسكين هذا يبقى في حالة نفسية يعاني من مرض الانفصام في الشخصية وكذا فعلا في اول درجة حكموا عليه بناء على ان مسكين مريض احكموا عليه سبعتعش سنة انقلبت الدنيا شلون سبعتعش سنة واحد قاتل واحد كذا وهذا جني اصلا هذا مريض نفسي هذا ما خلى دولة نحاش ما خلى سلطة في العالم تركض وراه ما قدروا عليه شون هذا مريض نفسي الحكم الثاني كان الحكم بالمؤبد وايده في التمييز فعلا الحكم كان مؤبد والى الان مسجون في بريطانيا بتهمة قتل ندين ابو راس الليبية طبعا من اصول الليبية لكن هي بريطانية هذه نهاية صالفتنا وقبل لا نختم نصيحة اي علاقة ما هي شرعية رب العالمين ما يوفقك انا قاعد تكلمك انت مسلم اما الناس الغير مسلمين يمكن ما يفهمون الكلام اللي احنا قاعدين نقوله لكن فعلا استمرارية الزواج تعتمد اعتماد كلي على النية الصافية ان هذا الزواج لازم ينبني عليه اعيال ينبني عليه مستقبل ما هو لعب ما هو خرابط والكلام هذا دائما نهاية تكون نهاية وخيمة الله يبعد عيالكم وبناتكم عن مثل هالامور وحذروهم من الانترنت ومن الناس اللي تصيد الضحايا من البنات اللي توهم نفسها انها راح تعيش في عالم ثاني وانها تهرب من اهلها وتروح دولة ثانية ولا تتزوج واحد عن طريق الانترنت ولا حتى الاطفال اللي يستغلونهم يضحكون عليهم ويأخذون اصورهم عبر الانترنت وباتر يبتزهم وما درش يسوي فيهم ولا يسحب منهم مبالغ وحتى ناس صادوهم عن طريق واحدة تضحك عليه في الانترنت وتاخذ اصوره وتبتز بالاموال وخايف من الفضيحة احذروا من هالامور هذه الله يخليكم وهذه نهاية صرفتنا فمن الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر